التسعب بتوقيت القهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم واجه رئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة لاستعادة الطبيعة البيئية للبحيرة وأشر رئيس السيسي خلال اجتماع معدد من الوزراء والمسؤولين إلى ضرورة تطوير قدرات وأليات الصيد ببحيرة المنزلة لاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك من البحيرة كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تطوير بحيرة ناصر ورفع كفاءتها وإعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السماكية من خلال تعظيم إمكانات صادي بها صرح المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار قرر عقد اجتماعيه الخامس الاثنين الخامس من سبتمبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وأوضح ضياء رشوان أنه من المقرر أن تشهد الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث السياسية والاقتصادية والمجتمعية واللجان الفراعية الخمسة عشر المنبثقة عنها ومن المقرر أيضا إعداد الملفات والموضوعات المزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار وتحديد المواعيد المقررة لها قال الرئيس الأوكراني فوديمير زيلنسكي أن 22 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في هجوم صاروخي روسي على محطة السكك حديدية في الوقت الذي تحيي فيه كييف ذكر استقلالها عن الحكم السوفيتي وفي كلمته أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة قال زيلنسكي أن الصواريخ أصابت قطارا في بلدة تشابلين الوقاع غربي دونتسك التي تسيطر عليها روسيا مضيفا أن النيران اندلعت في أربع عربات أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التقارير بشأن تجدد الأعمال العدائية في إثيوبيا وفي بيان له دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين حكومة إثيوبيا إلى مضاعفة الجهود للمضي قدما في المحادثات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار دون شروط مسبقة والوصول في النهاية إلى وضع حد دائم للصراع وأكد بلينكين أن العودة إلى الصراع النشط ستؤدي إلى معاناة واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان والمزيد من المصعب الاقتصادية مطالبا جميع الأطراف في إثيوبيا باحترام توفير الغذاء والوقود من قبل الجهات الإنسانية والامتناع عن عسكرة الإغاثة الإنسانية والعمل على استعادة الخدمات الأساسية للمحتاجين أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة اعتماد بلاده على إمكانياتها وثرواتها الذاتية في المقام الأول حتى لا تبقى رهينة تطورات خارجة عن إرادتها جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي حيث تلقى التقرير السنوي إلى عام 2021 وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والنقدي والملي في تونس وخاصة دور النقد في تمويل الاقتصاد وإدارة المخاطر خاصة في ظل التطاورات المتسرعة التي أشهدها العالم فضلا عن الصعوبات التي تشهدها تونس ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بالحد من آثارها السلبية أما رياضيا فحقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على نظره السعودي بثلاثة أهداف دون رد في أولى مواجهاته ببطولة كأس العرب للناشئين المقامة في الجزائر سجل أهداف المنتخب الوطني كل من إبراهيم عادل وعمر حمدين وأيمن عبد العزيز وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السعودية وسوريا ولبنان نهاية من مجزة التسانة والاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر